رفعت عاد اليوم لسوريا لحضن ابن أخوه بشار الأسد البعض يقول اليوم هناك مخططات لكي يقوم رفعت بأدوار سياسية أو أدوار عسكرية في سوريا لم تكن العودة من فراغ بينما وجد نظر أخرى تقول عودة رفعت كانت مقابل حصول بشار الأسد على أموال عمه رفعت التي احتجزت في فرنسا وتمت الصفقة برعاية روسية وما إلى ذلك أي الروايات ترجح أستاذ أحمد؟ أولا خليني أرجع شوي للوراء اللي دفع لرفعت ربما يكون معامل قزافي وربما يكون الملك عبدالله ملك السعودية وربما يكون الطرفي إضافة للأموال التي سرقها إضافة إلى أموال من البنك المركزي من أموال الشعب السوري والمكان فالد الواز هو يعني وادي العصافير في كرب باريس أنا أعرف المنطقة وهي ليست استبلات يعني كانوا عايشين عيشة مرفهة جدا 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 من المنطقة في غاية الرفاع في باريس الآن أصبحت كالاستبلات بعد أن توقفت دعم أصبحت كأنها يعني مكان كفر وإلا هي مكان جميل جدا وغالي جدا ومرفه جدا 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 يعني في تلك المناطق يعيش علية القوم وليست منطقة فقيرة ولكن تدهور وضعهم وانقطعت عليهم الأموال بعد أن حجزت الحكومة الفرنسية والحكومة الإسبانية على أموال رفعة الأسد وبالتالي تدهور وضعهم وإلا في البداية لم يكن متدهورا مضى عليهم حوالي 30 سنة وهم يأكلون ويشربون ويتسلون ويلعبون القمار في إسبانيا وفي فرنسا من حسابنا من حساب الشعب السوري أو من دم إخوتنا في السعودية أو في ليبيا الآن لماذا عاد رفعة الأسد؟ رفعة الأسد الآن شبه ميت عمره 84 سنة هو أصلا شخص محدود الذكاء محدود المواهب محدود القدرات لا يشكل أي خطر على النظام واعتقاله في فرنسا وسجنه وموته في السجن على الأرجح أو في الإقامة الجبرية لأنه ما كان رح يزجن بسبب تقدمه الكبير في العمر فيها إهانة لبيت الأسد يعني يبقى عم الرئيس وأخو الزعيم الخالد من وجهة نظرهم هو خالد في جهنم إن شاء الله حافظ الأسد ففيها إهانة للأسرة فاستردوه حتى لا تهان الأسرة وحتى لا يقول كلمات ربما تزعج النظام أو شيء من هذا القبيل أما حكاية أنه عاد ليحكم ما عنده القدرة أنه يحكي جملتين متماسكات إذا بتشوف خطابات رفعة الأسد شخص يعني بتضحك أو بتبكي أحيانا متضحك أحيانا متبكي أنه هذا التافه هو أرعبنا سنين أرعب أرعب جيل أو جيلين من السوريين أعيشهم الرعب وهو شخص من أدفه ما يكون محدود المواهب محدود العقل لا يستطيع أن يكون جملتين متماسكتين فأنا من وجهة نظري أستبعد جدا 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 أستبعد مطلقا أن يكون لرفعة الأسد دور في سوريا الآن هو غير قادر على فعل ذلك هو نوع من الماضي بعض السجاج من الطائفة العلوية يحبون أو عندهم الذكريات لهذا الوحش ما بعرف ليش بيحبوا الوحوش وهو بيحبوا لأنه كان وحش ويسموه القائد هذا كله فولوكلور يعني شيء من الماضي شيء من الماضي رفعت الأسد باعتقادي أنا والله وعلم